اشتركوا في القناة وذلك بالنسبة للأدوات الجراحية تحديدا التخلص غير السليم من النفيات الطبية الخطرة والتي تحتوي على جميع أنواع الميكروبات فممكن أثناء نقلها يتم نشر العدوى فهذه من ضمن العوامل المساعدة في انتشار العدوى عدم التطعيم ضد الأمراض المعدية من أهم الأشياء التي تساعد على انتشار العدوى حامل المرض كارير هو إنسان أو حيوان سبق أن أصيب بالعدوى ولم تظهر عليه أعراض مرضية ظاهرة أو ظهرت وشفية منها ولكنه لا زال يحمل في جسمه مسببات المرض أي أن الميكروب مازال موجود داخل الجسم ولكنه لا يعاني من أعراض فيعمل هو في الوقت هذا كمصدر محتمل لنشر العدوى ويعتبر حامل الميكروب أخطر من المريض لماذا؟ لماذا هو أخطر من المريض في نقل العدوى؟ لأنه لا يعاني من أعراض ذلك لأن أعراض المرض تكون غير ظاهرة عليه فبالتالي هو يتعامل بطريقة طبيعية لا يدري أنه ينشر المرض لذا فحامل المرض أخطر من المريض نفسه فالمريض يعاني من أعراض تظهر عليه ويتم أخذ علاج ويتم تجنب الحالة إذا كان مرض معدي ولكن حامل المرض لا ندري لا ندري أنه حامل للمرض هو يحمل للميكروب ولكنه لا يعاني من أعراض له فترة الحضانة هي الفترة الزمنية بين الإصابة بالعدوى وبدء ظهور أول عرض أو علامة للمرض قد تطول هذه المدة أو تقصر هي تعتبد على نوع الميكروب وعلى فاعليته وقدرته على إحداث المرض ودرجة مقومة الجسم هنا يجب أن نعلم جيدا أن فترة الحضانة هي الفترة ما بين الإصابة وبداية ظهور الأعراض المسببات النوعية للأمراض المعدية أهم المسببات النوعية للأمراض المعدية هي البكتيريا الطفيليات الفيروسات الريكيتسيا الفطريات هنا سوف نتحدث عن مخارج العدوى أولا الجهاز التنفسي وهو الأكثر خطرا لأنه الأكثر انتشارا الجهاز الهضمي مثل فتحة الفم الجهاز البولي مثل فتحة البول الجروح والبصور والالتهابات الجلدية المخارج الآلية مثل أماكن غرز الإبر والتداخلات الجراحية ترجمة نانسي قنقر